تحية مجددا لكل المتتبعات والمتتبعين دي القناة دي باش نبقاوا مواكبين وما نقطعوش الحس كما تيكولوغ هالفيديو دي اليوم بغيتنا نديرو حوي واحد فكرة أساسيا لتدع تتدول سواء في النقاشات الهمشية لتنضرب معنا ناس اللي تتبعوه وناس اللي ربما تختلفوا معنا وناس اللي تختلفوا معنا وحتى الناس اللي ربما تتفقوا معنا وحتى هما تيجبذو بحل هذا الكلام هذا اللي نهضر عليه اليوم وهو أنه تكون هناك إشارات مثلا كما تنقولو الإنسان تتعلم من التجاري بالناس الاخرين تقولك هاش دارش وقع في مصر ثورة في مصر ماذا نجاب الثورة في مصر او ماذا نجاب الثورة في تونس او ماذا نجاب الثورة في ليبيا او ماذا نجاب الثورة في الحروب الاهلية ماذا نتدير الى آخره نسمعو هذا الكلام هذا نسمعوه بزاف اولا بغيت نسح مغالطة اولا قبل ما نتكلموه بعدا باش ننطلقوه اولا ما حادث في مصر وتونس وليبيا ليست الثورة ان اول مغالطة يديرو هاد الخوت هدو هم يسميو هادك الشي ثورة هلاش فرق بسيط هو بالتعريف دي المصطلح الثورة تعريف ديالها من خلال السياسة كيفاش تعرف والعلوم السياسية والعلوم التاريخ والعلوم دير السوسيولوجيا كيفاش تتعرف الثورة ما هي الثورة لانه مهم اننا نعرفوا التعريف ديال هاد الكلمة اللي تنستعملوها لانه ممكن ناشو ان نستعملوها هنا تنعرف بانه مثلا اريستو من اللي عرف الثورة اريستو بعذا قال لك انه كل الانماط الحكم هي معرضة للثورة في ذاك الوقت هذا اللي كانت يركز هو على الانماط الاوليغاركية والاوليغارشية كل واحد كيفيت يبغي ينطقها والانماط الحكم الديمقراطية والاوليغارشية طبيعة الحال التي تختزل في الاريستو خراطية الحكم للطباقة الاريستو خراطية و الديمقراطية اللي را معروفة اللي كانت الجماهير الاغلبية الجماهير هي اللي تتحكم بزمان من الامور اذا هو تقول لك انه كين جوش انواع هذه الثورة بالنسبة الاريستو النوع هذه الثورة الاولى هو النوع اللي تي ادي الى تغيير الدستور اللي سعيد الى دستور جديد وبالتالي تؤدي إلى تغيير النظام ذلك النظام للحكم بشكل كامل والنمط التاني هو التغيير ديال الحاكم مع الحفاظ على نفس النمط ديال الحكم وهذا التعريف هذا التاني هو اللي من بعد ما تطور العلوم السياسية وعلوم الاجتماع الاخير وكذلك هي مع الثورة مع النهضة والثورة الصناعية الى اخره الفلسفة في حداتها تطورات وتغييرات لأننا نعرف الفلسفة اللي هي تدارس هذا المفاهيم اللي هي الام وفيها علوم اخرى تدارس هذا المفاهيم من ابستيمولوجيا وانتروبولوجيا واتيمولوجيا ودارس للمصطلحات الى اخره راماش تنلقى والتعريف ديال واحد الكلمة في ديكسيونير راما وراه 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 اديولوجيا وعلماء وتضاربوا وتقرعوا وفكرو وتجادلوا الى اخره باش وصلوا لتسمية اصبحت هذه التانية تدخل في النسق ديال الانتفاضات لانها الانتفاضات قادرة على انها تطيح الحكم لكنها غير قادرة على انها تغير النمط ديال الحكم السائد سياسيا واقتصاديا الى اخره اذا من اللي تتكلموا على على الثورة مثلا عن تتكلموا على المفهوم ديال الثورة كالتعريف اللي عرفها الفلاسفة الانجليز قال لك انها هي من اهم العوامل اللي تتخلي واحد مجتمع معين يحقق الامكانيات دياله الكاملة لانتي كنت يعيش تحت واحد الاضطهاد واحد الكبح ومن خلال الثورات هي ثورة تخليها لا تشيرش مثلا ثورة ثقافية ثورة ثقافية تخذر ما تطيحش نظامه ولكن تتغير ثقافة مجتمع شامل لواحد المنحة ولهذاك النظام السائد ما بقاش يتمشى مع الثقافة الجديدة دياله 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 طورات في ذلك المجتمع فسيكون المآل دياله انه سوف يسقط كذلك من خلال الثورة السياسية اللي بغيتنا نقول ماشي بغي نعقد الأمور هنا ولا بغي نديرها بغيتنا نقول لكم مثلا علم الاجتماع من اللي بغي يعرف الثورة اعتبرها على انها تغييرات الجدرية في البناء المؤسستية المؤسستية ديال للمجتمع تنتج منها تغييرات جوهارية وتغييرات ظاهرية استحية ولكن اهم حاجة وانه النمط السائد تنتقل الى نمط جديد وانشرح انها تشيهادة هذا كل نمط جديد بطبيعة الحالة التي تنتقلت يخصوا يكون تتوافق مع القيم والإيديولوجيا الفكر اللي كان خلف ذلك الثورة اللي علاتوا الاهداف ذلك الثورة في حد ذات هنتكلموا مثلا دبعنا هنحاولوا نتكلموا على مصر تونس وليبيا اولا مصر كان الشعار الهدف الانتفاض عن مصر اللي تنسموه الثورة مثلا نسموه الثورة الى حين اثبات العكس انه كان هو ارحل نظام حسني مبارك وحسني مبارك ارحل مكانش يطالب مكانش مثلا مؤطر من طبقة معينة كانوا هم هذي كانت شرائح وطبقات وفئات كلها مجتمعا ومتوحدة عنه حسني مبارك كان نظام سياسي خصوحي خصوحي مكانش هناك مطلب تغيير نمط الانتاج النمط الاقتصادي والنمط السياسي بشموليته إلا عند الأقلية ولكن مكانش هدف ديال إذا كانت انتفاضة كانوا فيها مختلف الإيديولوجيات مكانش فيها إيديولوجيا وحدة مكانش عندها طبقة ثورية قيدها مثلا أنا مثلا من منظومتي أنا كلا المنظومة الماركسية تنعمل بأن البروليطاريا والفلاحين هم اللي قادرين يقودوا الثورة في المجتمعات البرجوازية اللي تتحكم فيها البرجوازية ولمجتمعات العسمالية على خلاف الإقطاعية أنها البرجوازية بشكل علمي البرجوازية هي اللي تتقدر تطيح الإقطاعية لأنه كان ذلك التسلسول الذي تكلم عليه كارل ماركس وإنجلز في طبيعة الحال يقدر هذا الشيء كان ينتج فيه اختلاف بعد الثورة البلشوفية لأنه التكشيلي كانت يوقع ما بين تروتسكي وما بين ستالين في واحد المرحلة معينة وأنه كل واحد كانت تبليه الماركسية الحقيقية على أين هذا مشي موضوعنا اللي بغيت نقول أنه ممكن نقول أن الثورات فشلت وهي لم تحدث ثورات أصلا لأنه بحل نقول مثلا أنه حكمنا على واحد الحادث أنه فشل ولكن هذا الحادث أصلا لم يحدث بعد مصر كانت انتفاضة تونس كانت انتفاضة ليبيا ما كانت لا انتفاضة ولا ثورة ليبيا كانت مخطط تم استغلال ما يقع في من هذا الرابيع العربي واستغلت الضرفية لكي تمت التدخل دول الأجنبية تدخلوا معاشي ناس لكي يطيحوا النظام لكي يطيحوا القدافي لوحدهم ما كانش عندهم الغرض على أنهم يغيرون النمط ولا نظام الحكم ولا دستور ولا أي شيء في ليبيا إذن لكي يدخلوا الخوت ماذا مرة أصلا لو حدثت الثورة في مصر لكانت مصر في أفضل حال لو حدثت الثورة الحقيقية في ليبيا لكانت ليبيا في أفضل حال لأنه الثورة أساسا المعنى ديالها هو أنه تتغير تغيرات جدرية وراديكالية وتتبني نمط حكم باقتصاده جديد سياسته جديد دستوره جديد تيتلأ مع الإيديولوجيا هذه الثورة التي في الحقيقة تديرها أغلبية الجماهير الشعبية يعني هذا تبنى في صالح الجماهير الشعبية هنا ستشهد بالثورات الحقيقية لأن الناس التي تتكلم على هذا الشيء هم من دعاة إيديولوجيا فليبقى الوضع على ما هو عليه هذه أولا كي الناس تتكلم فليبقى الوضع على ما هو عليه تقول لك أن الثورات فشلت فلا داعي لأننا نبدل مجهود وتخطي الواجه هذه رموارا حاربوا الفاشد ونديروا الإصلاح وكأنه ممكن تغير من نظام بنيته فاسدة بدون أنك تحدث ثورة لأنه هو الجذور والبنية التركيبة البنية هي الفساد وانت تريد أن تغير بأمور سطحية يعني تغير السطح لكنك ما توصل للجذور والثورة التمع التغيير الراديكال هذا من جهة وكأن الناس عودتني لأخرين لديهم ذلك التفكير مقتنعين لأنه اللخص يكون القمع الدكتاتورية وذلك لكي تمشي الأمور وكي لا يقع الحرب الأهلية وكي لا يقع المشاكين لأن الحاكم يسلمون له الرقاب تمام بدون جدل وبدون نقاش وهذا هو نقش طوماس هوبز وقبل منه مايك فيلو وقبل منه بودين الفرنسي الذي كتب النظري الحكم الملاكي المطلق عفوا إلى آخره ما نتكلم الثورة الصينية الثورة البولشوفية الثورة الفرنسية الثورة الولايات المتحدة الأمريكية الثورة الأمريكية لأخير هذو ثورات تتكلم على الثورة في بريطانيا الثورة برلمان مع الشعب ضد المالك تشارلز ضد الحكم الملاكي المطلق لغير المستقبال والمصير بريطانيا هذو هما اللي نتكلم عليهم الثورة الفرنسية التي أطاحت الحكم الملكية المطلقة الويس وقطعت له الرأس وقضعت على طبقة كلها وحولت الحكم من يد الطبقة إلى طبقة أخرى هذه الثورة نهار دولة من الدول للجوار ولا هذو اللي عندنا معهم شاركة سواء بعض التقاليد المورود الديني ولا هذو نهار يديروا هذه الثورة ويحولوا الحكم من يد طبقة سائدة ويقضيوا على هذه الطبقة السائدة إلى يد طبقة جديدة طبقة ثورية جديدة بمنظومة فكرية ثورية جديدة إلى آخر وتفشل آنذا كنتكلم على الفشل كاللي يقول يرى الثورة البولشوفية فشلت ثورة البولشوفية لما تفشل ما فشل هو هو الانحراف عن الثورة البولشوفية والمصار للثورة البولشوفية والدخول فيما يسمى تأقلم المتطلبات دي المؤسكر الغربي يعني هنا كلام آخر هذي النقش هذي يفشي مرة النقش نقدر ندير بعض الحلقات ولا تلاتة هل هو فشل الثورة البولشوفية أو لا فشل البولشوفية من بعد التوجه اللي اختارته الاتحاد السوفياتي في واحد المرحلة من بعد الثورة البولشوفية الثورة البولشوفية نجحت لأن ما كانت الهداف الثورة البولشوفية هي إطاح هذه الدزار النظام وذلك الحكم أطاحت به وبناء تحويل الحكم من يد هذه الطبقة اللي كانوا الأرستقراطية والنبالة مع ذلك الدزار إلى آخره مع الجيش مع الكهانوت إلى يد الطبقة البروليطارية وفعلا واستمرت في البناء الثورة لا تتوقف الخود الثورة ما تتوقف النصر إطاحة بالنظام لا يمكن أن نقول لك أنه أول خطوة في الثورة إطاحة بالنظام ممكن يتحقق بدون فكر ثوية غيب انتفاضات غيب العسيال المادني غيب هذا تقدر تضغط على النظام على أنه يتنحى ولكن واش تحقق البديل الجديد اللي يخدم سياق البناء الثوري البناء الثوري لا يتوقف وكل الإديولوجيات والفلسفات التي تكلمت على الثورة أكدت أنه عمل مستمر في حركية دائمة ما تعرفش الجمود لأنه لوصلنا لحالة الجمود وصلنا لحالة الركود وواجب الثورة لديك شي الجاميد إنه هو أصلا الثورة الدر على أمور وصلت له واحد الاستاغناصيو واحد للمجتمع الآخري فبالتالي يجب الثورة عليها يجب الثورة باش نديروا تطور واحد تقدم إذن هادو اللي تستعملوا هادو فكرة هذه الثورة هادو ما كانتش الثورة في مصر ما كانتش الثورة في تونس ما كانتش الثورة في ليبيا اللي كان هو كانوا انتفاضات والهدف ديالها كان واضح هو الإطاحة بالحاكم ماشي احتبتك للنظام للحكم لأن ما كانتش تتحمل إيديولوجية مناقضة ولا متناقضة مع ذاك الحكم كانت هو غضب ناتجة عن غضب وعن سخط ذاك الشيء هذيك ليست الثورة إذن لم تقع ثورة بعد في دول الجوار ولا دول هذه كما كانت عندما شراك بشكل أو بآخر حتى نحكم عليها لأنها الثورات اللي عرفها العالم كلها كثورات حقيقية كلها نجحت وبدأت دول قوية الثورات الولايات المتحدة الأمريكية اللي تتكلموا عليها اللي تقول لك تعيير حرب أهلية حرب أهلية خيبة حرب أهلية خيبة ولكن بعض المرة من أجل التطور ومن أجل التحرور رغم ما تكون شيء بثمن رخيص رغم يخص يكون ثمن والشعوب القوية والشعوب الشجاعة اللي قادرة أنها توزن الثمن مع شنو هتحقق رغم الشعار الأمريكي المعروف عندهم تقول لك فريدم has price فريدم is not free عبارة فريدم is not free عندها ثمن ديال وهم تحاولوا ذلك الثمن أي وقت يقدروا يدفعوه ويضحيوا باش يحافظوا ذلك فريدم لن تدوقوها ملقوش قادرين يسمحوا فيها الثورة اللي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية وخال الحرب الأهلية رغم لأن بزاف الناس يقول لك على أن الحرب الأهلية يحاول يشرحوها على أسس أنها كانت حول العبودية يعني الناس الشمال مختلفين مع الناس الجنوب اللي بدأوا تنشر العبودية للمنطقة الغربية ديال الولايات المتحدة الأمريكية لا ماشي هي عبودية كان جزء منها ولكن كانت ثورة حقيقية كانت ثورة البرجوازية الجديدة طبقة البرجوازية اللي بدأت تتكون في الشمال مع التطور الصناعي والمعامل إلى آخر إذا العقلية ولدك الطبقة الإقطاعية والفكر الإقطاع اللي كان باقي في الجنوب وبطبيعة الحركة برجوازية رهانت على أن القوات الإنتاج اللي كانت عاطية لذلك الطبقة الإقطاعية في الجنوب القوات لا كانوا هم العابد فبالتالي كخطوة ثورية وكممارسة الصراع إلى أخدوهم منهم العابد قضعوا لهم على القوات الإنتاج فبالتالي أضعفوا تلك الطبقة وأخدعوها تماما القوانين والنمط والنمط الإنتاج ديال البرجوازية اللي في الشمال وذلك شلي وقاب يعني رغم أن الغلاف ديال وأكدوه أنه الانتصار من أبراهام لينكل بدون تصويت عليهم من المناطق في الجنوب أثبت على أن هناك سيادة جديدة طبقة سائدة جديدة جات وجات بشكل ثوري وفرض طرص وكذلك كان الهدف منه أنه القطيع تماما مع البريطانية اللي كانت غازلت عندها خيوط في الجنوب مع الإقطع هذي ثورة دفعوا التامان وماتوا الناس ولكن ثورة جعلت من هذا البلد أقوى بلد في العالم اختلفت ولا تفقت مع النمض الإنتاج والاحتكارية والمشروع الإمبريالي الذي يقود كجزء منه مهم أنا تتكلم على الثورة فقط بشكل مجرد الثورة الفرنسية كذلك تتاح الضحايا ولكن هي ثورة كانت جديدة أيضا كانت هي الثورة بالطبقة البرجوازية ضد الحكم النبلاء والأريستقراطيين والملكية المطلقة طي ثورة حقيقية بنظام جديد بفكر جديد وكانوا عندهم منظير على ما سيقع بعد الإطاحة بالنظام البناء الدستوري كيف شعيتم المؤسسات كيف شعيتم والإنتاج كيف سيتغير العقلية الإقطاعية والفيودالية التي تكون تتوازى مع الملكية المطلقة النظام الإنتاجي للرأسمالي دي الطبقة البرجوازية الأخيرة هذه ثورة الصين ثورة الصين التي مشت عبر مراحل مراحل متمددة وتختلفت على الثورة البنشوفية بحكم أن أغلبية الصين مجتمع فيلاح فاعتمد على الطبقة الفلاحة هي كانت الركيزة دي الطبقة الثورية وتحولت الصين إلى أحد أكبر القوى الإنتاجية والاقتصادية والسياسية والعسكرية إلى آخر هذه الثورات لماذا تتشبهوش تعطيوش للناس نموذج بهذه الثورات لماذا تتكلموا عن الحرب الأهلية دائما على أساس أنها كلنا تنعرفوا الحرب الأهلية رمأساة ولكن لماذا تتكلموش على أنه حتمية المرور عبر مراحل من أجل التطور خلال هذه الثورات رأيها أئلة لأن الأغلبية كانوا لاجئين كل واحد عنده خط الدين البروتستان البابتيست كل واحد عنده الخط دين إذن تسحيح مغالطات ما يمكن نقوله في شلو الثورات في الدول الشرق الأوساط ولا تونس الجارة ولا مصر ولا ليبيا وهو لم تحدث بهم ثورات وأنه بزاف الدول اللي عرفوا الحرب الأهلية خرجوا منها أقوى من ما كانوا فلا يعنيش الحرب الأهلية مش أنني تنتمت Log gaan الحرب الأهلية بطاقة للحل إذا ج vị لست نقدروا نتفادعها وبنشر الفكر الثوري لقاء الطعوائف اللي عندنا والمناطق اللي عندنا والعرقيات اللي عندنا تبنون الفكر الثوري فلا يعني الفكر الثوري تيدوب فيه تيدوب فيه العرقية وتدوب فيه الطائفية لاش لانه يشكل مصلحة عامة للجميع. لانه من اي طائفة كان في هذوك الفقراء ديال 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 طائفة اهم شيء بالنسبة لهم انهم يحصلوا الظروف ديالهم انها الظروف العيش ديالهم تتطور. طالما ان التوحد متمنعهم لانهم يمارسوا تقاليدهم كطائفة وعقدتهم كطائفة ولا لا. وهذا كل انتقال دستوري. خلال بناء دستور اللي تيحمي كل الطوائف وتيحمي كل العرقيات وتيحمي كل المعتقدات سواء في نساء نسق فيدرالي ولا في نسق الولايات المتحدة الى اخيره. هدا هنا في ان تفكروا الناس ولكن طبيعة هاد اصحاب نظريات فليبقى الوضع على ما هو عليه تيخصهم يعطيه النماذج السلبية باش يستمر الوضع يستمر السيدهم ولهم ولنعمتهم هو اللي في الحكم. اه سواء بالحكم المطلق كما يفكر في هوبز وبودان ومايكافير او لا من خلال ممارسة الاقتصاد دريع هم في امل على ان دريع مرة مرة اقدر يوصلهم ويقدر يوصلهم الناح. اذا هذا هو اللي كان عندي ما نقول فضل النار هذا فضل الناسق هذا. الى حين نتلقاه في فيديو القديم ورادك الدروس دا الفلسفارة اني بديت تنوجد لها حلقات بغيت نوجد حلقات كثيرة باش يكون دائما عندي ما نقدم فضل الحلقة على بل ما نوجد حلقة اخرى. اذا تحية لكم ودمت بها في خير مع السلامة. اشتركوا في القناة